أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذ السنة الثالثة متوسط ونوصلوا على بركة الله دروسنا إذن الكتابة العلمية الحاصلة ورتبة قدر أولا الكتابة العلمية لعدد واش معنى الكتابة العلمية رايح نكتبه عدد عشاري في عشرة أس إذن هذا العدد العشاري عنده ميزة أو خاصية هي واش يكون مكتوب برقم واحد قبل الفاصلة ولكن هذا الرقم ليكون قبل الفاصلة لازم يختلف عن الصفر يعني ما يكونش صفر من واحد حتى التسعة رقم واحد قبل الفاصلة يعني من واحد إلى تسعة ما يكونش صفر إذا كان عددنا صفر فاصلة ما نقولش أنه هذه كتابة علمية إذن في عشرة أس آن آن هو عدد ماذا؟ هو عدد المراتب التي أزيحت فيها الفاصلة ورايح نتجوفوا معي في المثال الآن مثال أكتب الأعدد التالية كتابة علمية نبدأ بهذا العدد إذن تلتمية وسبعين قبل ذلك لدينا فكرة رائعة ووشهية لاحظوا هذه الفكرة لما نزيح الفاصلة من هذه الجهة إلى هذه الجهة تخيلوا أنه هذا قسم دائما على اليمين وكأنه القسم دائما تلاميذ للصباح الصباح أو المساء لما يدخلوا إلى الأقسام يدخلوا بهذا الشكل صحيح أو لا أغلبية استلاميذ لنقولوا كلهم إذن الأغلبية استلاميذ يدخلوا إلى الأقسام بهذا الشكل يعني العشرة رايحين تكون أس إذن لما نزيح الفاصلة من هنا من اليسار إلى اليمين رايح يكون عندنا الأس سالب ولما تخرجوا من الأقسام في المساء أو على 12 وشيكون تكونوا بهذا الشكل إذن اخترتوا هذه الفكرة هكتب ترسخ لكم جيدا في أذهانكم إذن تكونوا بهذا الشكل فرحانين إيجابيين إذن راح تكون العشرة أس زائد إذن لما نزيح الفاصلة من اليمين إلى اليسار وكأنك خارجي من القسم إذن تكون فرحان إذن الأس يكون موجب لما نزيح الفاصلة من اليسار إلى اليمين وكأنك داخل إلى القسم داخل سلبي إذن عشرة أس ناقس ضبقوها إذن وش عندنا 370 كتبوها كتابة علمية يعني برقم واحد قبل الفاصلة أي عدد طبيعي فاصلته موجودة في الآخر يعني هذه الفاصلة راح نزيحها ونرجعها هنا إذن تساوي 3.7 لاحظوا الفاصلة زحناها بهذا الشكل إذن وكأنك خارج من القسم خارج فرحان إذن عشرة أس زائد زائد كم كم مرتبة زحنا الفاصلة إذن 1 2 إذن عشرة أس زائد 2 أو 2 مباشرة الآن نرحوا إلى المثال الثاني صف فاصلة 0 0123 إذن الفاصلة راح يموجودة هنا هل هذه كتابة علمية لا لاحظوا لازم يكون عندنا 1 قبل الفاصلة إذن 0 قبل الفاصلة يعني ليست كتابة علمية لازم الفاصلة نزيحوها أين نزيحوها نزيحوها إلى هنا إذن 1.23 في كم زحنا الفاصلة أولا زحنا الفاصلة بهذا الشكل إذن داخل إلى القسم إذن عشرة أس ماذا ناقص داخل القسم سلبي إذن إذن نزحناها كم مرة 1 2 3 إذن عشرة أس ناقص ثلاثة الآن العملية أو المثل الآخر إذن قلنا برقم 1 قبل الفاصلة إذن الفاصلة لازم ترجع هنا يعني 1.5 3 5 9 في إذن الفاصلة لازحناها بهذا الشكل وكأنك خارج هذا هو القسم خارج من القسم إذن خارج فرحان خارج إيجابي إذن عشرة أس زائد إذن كم مرتبة إذن الفاصلة 1 2 3 إذن عشرة أس زائد ثلاثة أنا فقط أشير الزائد ثلاثة لكي تعرفوا أنه لما تخرج من القسم موجب لما تخرج إلى القسم سالب أتمنى يا ربي أنه تفيدكم هذا الفكرة الرائعة وتترسخ لكم لأذها لكم لأنه الكثير من التلاميذ يختلطون وقتاش تكون الأس سالب وقتاش يكون الأس موجب وداخل إلى القسم داخل بهذا الشكل إذن سالب خارج من القسم فرحان يعني إيجابي يعني يكون الأس موجب أتمنى يربي تفيدكم هذه الفكرة الآن حصر عدد عشاري إذن هو حصر الكتاب العلمية دائما لاحظوا في الحصر وفي رتبة قدر نستعمل الكتابة العلمية إذن رايحين نحصروا فقط العشرات يعني نكتبوا مننا عشرة ومننا عشرة إذن آه في عشرة أس آن هي الكتابة العلمية هنا وش نكتبوا عشرة أس آن نعودوها نكروها إذن عشرة أس آن وهنا وش نديرو نضيفوا واحد للأس يعني عشرة أس مثلا هنا في عشرة أس ثلاثة نكتب عشرة أس ثلاثة هنا نضيفوا واحد عشرة أس أربعة أحصر العدد الآتي بين قوتين الأعدد التالية بين قوتين متتاليتين للعدد عشرة إذن نبدأ إذن وش عددنا ثلاثة فاصلة ربعمية وسبعة وثلاثين في عشرة أس إحدى عشرة إذن رايحين نحصرها ما بين قوتين للعدد عشرة هنا ما تركتش المكان إذن رايحين نكتبو هنا ماذا فقط العشرة ما نكتبوش الكامل الكتابة العلمية فقط عشرة يعني عشرة أس إحدى عشر هننضيف واحد للأس يعني عشرة أس إثنى عشر الآن مثال الثاني 2.4500 وسبعة وثمانين في عشرة أس ناقص ثلين يعني تكتب في الوسط كامل الكتابة العلمية ولكن في الحصر فقط العشرات يعني وش نكتبوه هنا عشرة أس ناقص ثلين هنا نكتب عشرة أس ناقص واحد رح تنخلعو تقول لماذا أس هذا عشرة أس ناقص واحد لماذا لاحظ دائما لما يكون عندك الأس سالب تعاود نفس الأس يعني عشرة أس ناقص ثلين هنا وش تدير تأخذ الأس الأصغر يعني عشرة أس ناقص واحد لماذا وش قلنا منا قلنا قلنا نضيف واحد يعني عشرة أس ناقص ثلين زائد واحد إشارتين مختلفتين إشارتين مختلفتين يعني ناخذ إشارة الأكبر إشارة الأكبر هي ثلين إشارته ناقص سالبة إذا ناقص وش رايحين ناقص يعني ثلين ناقص واحد هي واحد خلاص إذن هنا ستخرج بالعملية شوفوا معي بش تأكدوا أنه خرجتنا عشرة أس ناقص واحد إذن من الآن فصاعدا أنا وجدتها لكم على طبق من ذهب ما عليكم هنا ناخذ الأصغر عكس يعني هنا عشرة أس 11 نضيف واحد عشرة أس ناش ولكن في السالة عشرة أس ناقص نين عشرة أس ناقص واحد خلاص الآن ننتقل إلى رتبة قدر عدد ما معنى رتبة قدر عدد هي أنه نكتب العدد الأول رايح نكتبوه مدور ناخذ العدد الأول مدوره هيا ولكن بالفاصلة رايح نحي والفاصلة يعني رايح ناخذ المدور إلى الوحدة تذكير راح تشوفوا معايا في المثال هكتفهم أحسن إذن تذكير من صفر إلى أربعة قلنا لما تكون عدنا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة ناخذ الوحدة كما هي مثلا عدنا 12 فاصلة ثلاثة المدور إلى الوحدة يعني الوحدة هي 12 ياك الآن عدنا صفر وش ناخذ الوحدة كما هي لن نضيف شيء لماذا لأن عدنا صفر مثلا ثلاثة فاصلة واحد وعشرين ناخذ الوحدة كما هي لماذا لأن اثنين تدخل في القاعدة اللي هي ناخذ الوحدة كما هي من صفر واحد ثلاثة أربعة ناخذ الوحدة نضيف واحد إلى الوحدة مثلا مثلا عدنا سبعة فاصلة اثنين وخمسين قلنا ناخذ المدور إلى الوحدة نشوف في الوحدة بعد ذلك نشوف اللي بعدها عدنا خمسة إذن نضيف زائد واحد ويحتج المدور هو ثمانية مثلا عدنا مثلا ستة فاصلة واحد وتسعين إذن عدنا تسعة إذن نضيف واحد للوحدة نعم يعني المدور إلى الوحدة هو سبعة نتمنى يا ربي أنه راه مفهومة الآن ما هي رتبة قدر الأعداد ناخذ ورقة الأعداد التالية ودائما رتبة قدر ودائما الحصر لازم تكون عدنا الكتابة العلمية هي اللي رايحين نقوم بالحصر عليها وهي اللي رايحين نستخرجوا منها رتبة قدر دائما وأبدا تكون الكتابة العلمية إذن 2.459 في 10 أس ناقص ثلاثة إذن نروح إلى العدد الأول العدد العشاري ونشوف إلى الوحدة اللي هي 2 ونشوف اللي بعدها يعني 2.4 إذن أربعة نضيفوه أو ناخذوها كما هي إذن ناخذوها كما هي إذن رتبة قدر هي 2 في 10 أس ناقص ثلاثة والكثير من التلاميذ أيضا يخطئون ياخذو فقط المدور وينساوي يكتبوا العشرة أس لا نكتبوا المدور إلى الوحدة والعشرة أس خلاص الآن الآن ثمانية فاصلة خمسة ثلاثة سبعة في عشرة أس إذن رتبة قدر ما هي إذن اللحظوا في الوحدة إذن هي ثمانية اللحظوا اللي بعدها خمسة إذن واش قلنا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة نضيفوا واحد إذن تصبح تسعة في ومنسا وش العشرة أس في عشرة أس إذن هذه نسميها رتبة قدر وهذه نسميها رتبة قدر إذن هكذا نستخرج رتبة قدر نتمنى يا ربي أني نكون فدتكم بهذا الشرح وأنه شرحي كان وافي وكافي الآن تمرين تطبيقي عدنا A و B أعطي الكتاب العلمية للعدد A و B إذن كل تلميذي يحاول في حل هذا التمرين التطبيقي الفائدة لكم تحاولوا في حل وشوفوا إذا كنتوا فعلا فهمتوا الضرس بطريقتي وإذا ما كنتوا ما فهمتوش الضرس وأنه أخطأتوا في هذا التمرين راجعوا أعيدوا مشاهدة الفيديو حتى تفهموا جيدا بعد ذلك تتوقفوا حتى تكون إجابتكم صحيحة من الأول إلى الآخر هكذا تكون الاستراتيجية بتاعنا إذن الحل عدنا جزئين جزء الأول قنا الكتاب العلمية لأ وبي إذن أ تساوي صفر فاصلة صفر صفر ستمية واش قلنا قلنا هذه ليست كتاب سلبيين يعني ناقص بكم واحد نين ثلاثة ناقص ثلاثة الآن إذن هذه الكتاب العلمية لأ الآن ب ماذا يساوي إذن ثلاثة سبعة تنين صفر تسعة خمسة إذن الفاصلة أين موجودة موجودة هنا أي عد طبيعي الفاصلة موجودة في الأخير لازم الفاصلة نزيحوها إلى ثلاثة إذن ثلاثة فاصلة سبعة تنين صفر تسعة خمسة في عشرة أس الفاصلة إحناها بهذا الشكل وكأنكم خارجين من الأقسام إذن فرحانين يعني زائل كم واحد نين ثلاثة أربعة خمسة إذن أس خمسة الآن ثانيا وشقلنا إذن أول كتابة العلمية ثانيا الحصر قلنا ناخذ الكتابة العلمية ونقوم بالحصرها إذن ستة فاصلة سبعة عشر في عشرة أس ناقس ثلاثة نحصرها ما بين قوتين للعدد عشرة نكره يعني عشرة أس ناقس ثلاثة وهنا وش قلنا ناقس تقولون إيش ناقس أربعة ناقس ناقس ثنين نقلنا لماذا الآن ب ب هي ثلاثة فاصلة سبعة ثنين صفر تسعة خمسة في عشرة أس خمسة إذن نحصرها بين قوتين متتاليتين للعدد عشرة يعني عشرة أس ماذا خمسة عشرة أس ستة الآن ثالثا رتبة قدر رتبة قدر إذن كيف نكتب رتبة قدر نفس الشيء بالكتابة العلمية إذن أ تساوي ستة فاصلة سبعة عشرة أس ناقس ثلاثة رتبة قدرها هي قلنا نأخذ الوحدة شوفوا الوحدة هي ستة لبعدها واحد إذن نأخذها كما هي صفر واحد اتنين ثلاثة أربعة نأخذها كما هي يعني ستة ما تنسوش الأس في عشرة أس ناقس ثلاثة الآن ب ماذا تساوي إذن ثلاثة فاصلة سبعة تنين صفر تسعة خمسة في عشرة أس خمسة تتضحكوش على طريقتي أفضل أن أكتب الأرقام بدون أن أقرأ هكذا نربح الوقت إذن واش قلنا لاحظوا دائما نشوفوا في الوحدة هي ثلاثة اللي بعدها سبعة قلنا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مضيفوا واحد يعني أربعة المدور هو أربعة في منسوش الأس عشرة أس خمسة الآن الشطر الثاني نفس الشيء ونفس الأسئلة أعطي الكتابة العلمية لكل من س و د إذن س تساوي نعم خمسمية وثلاثين في عشرة أس ثمانية إذن هذه كتابة علمية أخرى مش حتلكمش في الدرس أولا لازم نأخذوا العدد الأول نكتبوه كتابة علمية وطريقتي واش هي دائما لما تكون عندنا بهذا الشكل وقالكم أكتبوها كتابة علمية نبدأوا نكتبوه في عشرة أس ثمانية في عشرة أس ثمانية تبدأوا بالأس بالعشرة أس اللي عندكم هنا عشرة أس ثلاثة عشرة أس ناقص خمسة اللي موجود نكتبوه في الأول بعد ذلك نلاحظوا أنه هذه ليست مكتوبة كتابة علمية خمسة مئة وثلاثة نكتبوه كتابة علمية إذا الفاصلة موجودة هنا رايحين ننزحوها إلى خمسة فاصلة ثلاثة في عشرة أس إذا ننزحنا الفاصلة بهذا الشكل إذا نخارجي من الأقسام فرحانين إذا أس زائد رايحين نشوفوا كم واحد ثنين إذا عشرة أس ثنين ويساوي واش نديروا في هذه النقطة رايحين نجمعوا الأسس يعني خمسة فاصلة ثلاثة في عشرة أس ثنين زائد ثمانية وتساوي خمسة فاصلة ثلاثة في عشرة أس عشرة الآن نروحوا إلى د هي صفر فاصلة صفر أربعة صفر سبعة في عشرة أس ناقص ستة نفس الشيء كتابة علمية قلنا أولا واش نكتبوه؟ الأس نكتبوه في الأول هنا عشرة أس ناقص ستة بعد ذلك هذه نكتبوها كتابة علمية إذا الفاصلة موجودة هنا إذن خطأ لازم نرجعها إلى العدد يعني أربعة فاصلة أربعة فاصلة صفر سبعة في إذا الفاصلة كتها هنا وزحناها بهذا الشكل إذن دخل الأقسام دخلين سلبيين إذن عشرة أس ناقص كم من مرتبة؟ لاحظوا الفاصلة كتها هنا زحناها هنا زحناها هنا إذن واحد ثنين إذن عشرة أس ناقص ثنين فهذا النقطة واش نديره؟ إذن نجمعه الأسس إذن أربعة فاصلة صفر سبعة في عشرة أس ناقص ثنين زائد ناقص ستة نفس الإشارة نجمع ونحافظه على نفس الإشارة يعني عشرة أس ناقص ثمانية إذن هذه يأدي استغفر الله العظيم خلاص الآن أعطي رتبة قدر كل من س ودي إذن قموا بالحصر إذن هنا ما عنديش الحصر السؤال ولكن أنتم قموا بالحصر إذن أخذ ورقة أخرى و نكمل إذن قلنا رتبة قدر س ماذا تساوي؟ خمسة فاصلة ثلاثة في عشرة أس عشرة رتبة قدرها هي قلنا نخذ المدور إلى الوحدة لحظ الوحدة خمسة لبعدها ثلاثة ما نضيفه ولا شيء إذن خمسة في منسوش الأس الآن دي تساوي أربعة فاصلة صفر سبعة في عشرة أس ناقص ثمانية مدور الوحدة إذن الوحدة أربعة عدنا الصفر إذن نخذها كما هي أربعة في منسوش الأس عشرة أس ناقص ثمانية ما رأيكم أني نقوم بالحصر معكم إذن خمسة فاصلة ثلاثة في عشرة أس عشرة إذن عشرة أس عشرة عشرة أس إحدى عشر أربعة فاصلة صفر سبعة في عشرة أس ناقص ثمانية عشرة أس ناقص ثمانية وعشرة أس ناقص ماذا؟ سبعة ترجمة نانسي قنقر